وطبعاً هو فعلاً صندوق العجائب شفنا فيه كل حاجة اتعلمنا منه كل حاجة اتسلينا واستمتعنا وحسينا وعيطنا وتأثرنا وحبينا وحسينا بكل حاجة حلوة يمكن فعلاً من خلال هذا الصندوق ابتديت منين كتاب حضرتك وإيه اللي كنت حابب تبتدي بيه الكتاب عشان تقدر تتكلم عن صندوق العجائب اللي هو التليفزيون والحقيقة فيه سببين ان انا فكرت في الكتاب ده وخصوصاً ان احنا بنتكلم عن دراما صانعة للوعي والتفكير وفي نفس الوقت نافذة مهمة جداً زي ما حضرتك قلتي للتسليع والترفيه وده جزء اساسي اللي يمكن انكاره من العمل التلفزيوني وبالذات الدراما طبعاً الدراما المصرية صانعة ورائدة والحقيقة ان احنا لنا طعمنا الخاص جداً يمكن مالوش علاقة باي حاجة اكتر من انه احنا صنعنا دراما حقيقي مختلفة بالضبط وده برضو يقودنا الى السبب التاني انه انا قعدت افكر انه فيه اثناء يعني التفكير في المشروع كتابة الكتاب ده اللي استغرق على فترات متقطعة حوالي اربع سنين يعني متقطع على اربع سنين كل شوية عايز اضيف حاجة معينة لي ما اشتغلتوش بشكل مباشر فيه لكن على فترات خلال اربع سنين عشان احط الحاجات اللي انا بحبها لقيت انه فيه مهم جدا احنا نتكلم عن الدراما التلفزيونية وان التلفزيون بشكل اساسي من خلال الاعمال والقوالب المختلفة اللي تقدمت في التلفزيون في مصر فاهتمت جدا اشوف الصهرات الاسعية والاعمال الدرامية والتلفزيونية والاشكال والالوان المختلفة للتلفزيون والاعمال اللي انتجها التلفزيون عبر سنوات طويلة صحيحنا بدينا مثلا من 1960 تقريبا وصهرات إذاعية وتمثليات بس بديت أتبه طب إيه أول مسلسل اللفت النظر طب إيه أول مسلسل الناس بتدوا يتفرجوا عليه وكان كم حلقة وكان شكله إيه بالضبط وكان وطبعا فيه أشياء ناس كتير يجهلوها أنه عدد من هذه الأعمال كانت تصور مباشرة على الهواء مباشرة يعني إحنا عصرنا في مصر أعمال درامية كانت تمثل وتؤدى تقريبا على الهواء مباشرة فالناس كانوا بيشوفوها وأنا عصرت جزء منها لدرجة أنه فيه مسلسل كانت قاهرة والناس قال صعبين 72 أنا فاكر كويس جدا كان بيتعمل في وقفات معينة للموسلين بيقفوا عند لحظة معينة عشان يعملوا فاصل بعديها تخيالي ويرجعوا بعد الفاصل يكملوا المشهد على الهواء فإحنا بنتكلم على الدرامة الحقيقية مسلسلات بدأت مثلا لما الناحية اللي هو أول مسلسل تقريبا يذكر فعليا في الدرامة الفيزيونية المصرية قال صعبين 62 طبعا إخراج المخر الكبير حسين كمال وتأليف كوثر هيكل وكان برضو لفت النظر كان فيه سوهير البابلي وكان فيه سوزو نبيل وعبدالخلق صالح في مجموعة من الممثلين المشهورين أو المعروفين في تلك المرحلة تدهي تنتبه أنه لما الناحية بعد ما جاءه بتدى يظهر مسلسل كسر الدنيا في مصر والناس بتدوا يتابعوه اللي هو هارب من الأيام مسلسل طبعا إخراج نور الدمرداشة المخر الكبير وقدم طبعا توفيق دانو وعدم هلمي وطبعا عبدالله غيث وكان الناس متابعين المسلسل ده باهتمام لدرجة برضو تاني كان من المسلسلات اللي كان كل الناس بيسيبوا أشغالهم وبيتفرجوا عليه والشوارع كان بتاخله أثناء مشاهدته بعد كده ابتدت أشوف القط الأسود وده طبعا لغاية دلوقتي بإفهاته لسه موجود القط الأسود إخراج عدد صادق برضو ابتدت أشوف أنه في ناس كده وكان لغاية دلوقتي فيه كلام من اتقال من مسلسل القط الأسود بيستخدم في الفيسبوك والسوشال ميديا وفي تعليقات الناس وأفشاتهم كمصريين بتدير كمان أشوف الضحية الضحية برضو رجعنا لنور الدمرداش وعبدالله غيث ولأداء الدرامي المميز أحيانا المسلسلات دي وده الشي اللفت أنه أحيانا العددها ما كانش كبير لتلاتين حلو وكبعضهم تمان حلقات بتدين بتمان حلقات وبعدين خمستاشر وبعدين تلاتسين بالظبط ودلوقتي فيه رجوع لمسلسلات الخمستاشر والتمانية حتى لأنه بتدوا التشهر نحن نقلل عدد الحلقات شوية ونسرع الإقاعات بالظبط